من بين الركام تخرج فريال ببذلة عرسها المشهد من أحداث تصوير عمل سينمائي في الموصل فريال طالبة جامعية ومحمد فواز كذلك الذي يؤدي دور العريس في فيلم يوثق قصصا خاصة بشباب الموصل داري بهذا الفيلم أنه أنا عروس والعريس يعني بيوم عرسنا يموت تقريبا صارت عندنا القدرة على أنه نسوي أفلام الحال بعد ما هم إن شاء الله يخلصوا من عملهم وحابن يعني إن شاء الله بعد ما يخلص الورشة أكيد 100% راح نسوي قروب ونسوي أفلام عن الموصل خصوصا عن الحرب وما فقدنا من البشر ومن الأماكن الجميلة المخرج الناشئ شاب عراقي والممثلون عراقيون إنتاج سينمائي يحاكي الواقع الذي تعيشه المدينة وأهلها بعد نكبة الإرهاب الداعشي أول فيلم قصير تدعمهم فيه أكاديمية الفنون الجميلة في الموصل بتعاون مع الوكالة الثقافية التابعة للأمم المتحدة ومنظمة بلجيكية يتيح العمل الفرصة للتسعة عشر عراقيا لاكتساب مجموعة متنوعة من المهارات من التصوير وكتابة السيناريو والصوت وحتى التمثيل فيلم يقدم للعالم صورة أقرب ليس لعروسين فحسب بل لحياة يحاول أهل الموصل أن ينعشوها من جديد رغم روائح الموت والدمار رغم روائح المتحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة